مرحبا معكم أحمد من الشبكة السورية في غلاسجو درس جديد من دروس Life in the UK Test والدرس اليوم هو يكون الامتحان رقم 12 سؤال أول Which of the following is a crown dependency but not part of the UK يعني في حيار دول علينا عدة دول أو عدة جزور هي تابعة للتاج البريطاني ولكن ليست جزء من المملكة المتحدة ومنعرف منهم Isle of Man شايتلندية جزء من جزء طابع على سكوتلندا كانت جزيرة النرويجية وتم اهداء سكوتلندا Is the BBC controlled by the government هل تتحكم الحكومة بقنامات البي بي سي أو بالميديا البي بي سي السؤال اللي جوابه الصح No How many members does the Northern Ireland Assembly have قدش عدد أعضاء الأسمبيل أو تجمع شمال إيرلندا اللي هنمت أعضاء البرلمان والحكومة تبع إيرلندا عددهم 108 60 عدد أعضاء البرلمان الأسمبيل Who was in charge of the Britain fleet at the battle of Trafalgar من كان مسؤول عن قيادة الفيلق البريطاني البحري بمعرك Trafalgar حكينا عنه كتير يلي هو Admiral Nelson Admiral يعني بيقولوا إنه أدمرال هي أصلا كلمة أمير البحر Admiral أو أمير البحر Nelson What was inscribed in the first coins to be minted in Britain during the Iron Age شو كان منقوش على أوائل العملات النقدية اللي تم تصنيعها في بريطانيا أثناء العصر الحديدي وأحيانا بسألوكم أي ما تم تصنيع أول عملات نقدية وهي بتكون بالإيرلن إيج بالعصر الحديدي طبعا تم تسمية اسماء ملوك العصر الحديدي آنذاك Towns, cities and rural areas in the UK are governed by government appointed officials يعني القرى والمدن والمناطق الريفية في المملكة المتحدة يتم تحكم أو governed يعني حكمهم by government appointed officials بأشخاص معينين من قبل الحكومة لا بانتخابات الرئيس البلدية وما هي الأساسية فfalse Where is the Tate Art Gallery located طبعا الأشخاص اللي عايشين بلندن بيعرفوا هاد الشي إنه هو موجود بلندن The Virgin of the Bible created by King James I is known as كمان حكينا عن الملك جيمس الأول يلي كان ملك سكوتلندي كان الملك جيمس السادس وتم تسميته جيمس الأول بعد وفاة الملكة إليزابيت لأنه هي كان ابن عمه فصار الملك الأول تبعا إنجلترا وويلز وساوى نسخة من إنجيل باللغة الإنجليزية وتم تسميته The authorized version أو النسخة المنقحة وهي النسخة الأولى من الإنجيل باللغة الإنجليزية لا تزال موجودة إلى الآن What's the period of the 1960s known for ليش معروفة في فترة 1960 يعني بهالي ستينيات القرن الماضي بشو معروفة معروفة اسمه Swinging Sixties وكان فيها آسف آسف كانت معروفة بالبيتلز وغيرة والأفكار الليبرالية A growth in British fashion بالموضة البريطانية والpop music Between 1680 and 1720 Many refugees called hog units Came to England Which country did they come from بهديك الفترة كانت بريطانيا أو إنجلترا كانت بروتستانتينية فالأشخاص اللي كانوا عيشين بدول غير بروتستانت كانوا أحيانا البروتستانت يهربوا من اضطهاد بهديك الدول ومنن أنا ذاك الأشخاص يلي إجوا من فرنسا هيوغو هيوغو هاي كلمة فرنسية تحسوها هيوغو نوتس تم إطلقة على المهاجرين أو اللاجئين الفرنسيين يلي اتجهوا لبريطانيا بهديك الفترة What's the most famous tennis tournament played in the UK شو هي أشهر بطولة تنس بالمملكة المتحدة وطبعا الأشخاص يلي بيحبوا التنس وندال بيحبوا بيعرفوا أنه هي بطولة Wimbledon MPs can only be contacted at their office at in the house of commons أنه حصراً فيك تحكي مع الMBA member of parliament رضو البرلمان المسؤول عنك بي أنك تترسل معه على عنوانه أو مكتبه الموجود بمجلس العموم لا فيك تتواصل معه عن طريق الليتر فيك تتواصل معه عن طريق تروح السرجري تبعه فهذا الحكي خطأ هون false What's the day when jokes are published in newspapers and telecasted on TV وهو اليومي اللي مسموح أنه الصحف والتلفزيون لنص النهار يعملوا مسحات وينشروا April Fool's Day يعني هي كذبة نيسان Which Scottish king defeated the English at the battle of Bannockburn طبعاً مين هو الملك السكوتلندي اللي هزم الإنجليز بمعركة Bannockburn أو اسم المنطقة هو روبرت دابروس حكينا عننا كتير وروبرت دابروس هو من الملوك السكوتلنديين المحبوبين لأن هزم الإنجليز بهذيك المعركة Who invented the world wide web كتير هاد السؤال حلو مين اللي اخترع الشبكة العنكبوتية العالمية سر روبرت إدواردز خلينا نشوف على فكرة هي سر تم بيرنرز لي 1955 لهلأ وتم اطلاق أول تبادل للمعلومات تم بشكل صحيح كان بيوم لكريسماس 25 ديسمبر في سنة لألف تسعمية وتسعين تم بيرنرز لي بيرنرز لي هو يلي اخترع الانترنت اين عم اخترع بريطاني كيف هل سيفل سيرفانس امو و امو اخترع بريطاني خلينا نشوف سيفل سيرفانس سيفل سيرفانس هنن عبارة عن مثل الخدمة المدنية و هنن بيدعموا الحكومة بالتطوير و بأنه يلمحوا لها عن طريق السياسات تبعها و بيقدموا خدمات للعامة و هنن يعني يعني انه مثل المحسوبين مثل الوزراء و بيساعدوهم و بيتم انتخابهم بالمرت يعني انه بالاستحقاق أو بالجدارة الشخص اللي هو جدير بهذا الموضوع بيتم تقديمه بس لازم يكونوا political neutral يعني هنن حيادين بالنسبة للأحزاب السياسية و هنن ما يتم تعينوا من الأحزاب السياسية و كان ممكن اي شخص ينضم له هاي الخدمة عن طريق عمل طلبة متل اي طلب تاني متل اي شغل بالمملكة المتحدة و هنن بيعني عندهم عدة مهام هاي المهام تقوم على مبادئ اللي هي الانتقراتي اللي هي متل убادئ بالاستحقاق هل هنه نستحقوا أو لا بلطيك لينوترال اللي هينا نحيادين سياسيا ماذا تعرف على دونكيرك سبيرت أو روح دونكيرك؟ ماذا تعرف على إخلاء الجنود من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية موقعة دونكيرك؟ لازم يكون عمرك على الأقل 21 سنة لحتى تقدر تكون بهيئة المحلفين؟ لا أتمنطعش. إذا تبدأ تصير مقين دائم بريطانيا أو حابب أن تكون مواطن بريطانيا. تحترم حقوق الآخرين، تحترم حقوق الآخرين، وخصوصي حق أنه هن يكون عندهم رأيون الشخصي، ولكفتر من خلالك على نفسك وعلى عائلتك. Which of the following major sports event took place in the UK in 2012؟ شو هي شغلة من الشغلات الأساسية أو major sports event يلي هي حدث أساسي رياضي حدث في المملكة المتحدة في 2012؟ وقته كان الأوليمبيك جيمز، ألعاب الأولمبية اللي تم افتتاحية فيه الافتتاحية ونجمع الافتتاحيات كان غنيت جون لنن، إماجين. تشارلز فرست بليفد ان ديفان رايتف كينجز، سو هي ترايد. الملك تشارلز الأول آمن بأنه السلطة الإلهية للملك، فهو أنا زاك حاب أنه ينفصل شوي ويحكم بدون البرلمان، وهو كان سبب الحرب الأهلية في إنجلترا ما بين البرلمان يلي قاد أنا ذاك شيش الإنجليزي وما بين هو يلي قاد جيش جاي من سكوتلندا، وتم القبض عليه ومحاولت إقناعه أنه يتفق مع البرلمان بس ما رضيه تم إعدامه وهرب ابنه على هولندا، وبعدين اتفقوا مع الابن وجابوه وحكينا هاد الشي بالفيديوهات السابقة. واسد يونيون جاك؟ شو يعني اليونيون جاك؟ اللي هو اليونيون فلاغ أو علم المملكة المتحدة، بس شو بيرمز منين إجا؟ طبعا علم المملكة المتحدة متل ما لكم شايفين، ساني شوي لحتى نقدر نعمل شي، هو عبارة عن دمج له ثلاث أعلام، هنن علم إنجلترا وسكوتلندا وعلم إيرلندا الشمالية، خلينا نشوف، لاحظوا، هدول أعلام، علم إنجلترا، علم سكوتلندا وعلم إيرلندا الشمالية مع بعض بشكلونا اليونيون فلاغ، من 2002، حكيناها بدروس السابقة، من تم التصويت عليه كأعظم شخصية بريطانية على الإطلاق بسند 2002، وينستن شيرشيل، يلي كان منصب رئيس الوزراء بالحرب العالمية التانية، أين من الثلاثة التالية صحيحة؟ أي واحدة من الجمل التالية صحيحة؟ ومن بريطانا اليوم، يجب أن نصب رئيس الوزراء، النساء في بريطانيا اليوم، يقدر عددهم بنصف القوة العاملة، ولا الربع النصف، وهيك من خلصنا درس اليوم، وبالتوفيق، ونلقاكم بالدرس القادم،